مايا أول مرة تمثلي على التلفزيون ولكن أنت موجودة على السوشيال ميديا من زمان يوتيوب وسوشيال ميديا وعندك هاي التجارب كيف شفتي هاي التجربة بالتلفزيون؟ هلا التجربة بالتلفزيون يعني مو هالقدة جديدة علي بس انه زي أنا متعودة عليها بس انه قدام الكاميرا ونحفظ وهيك اشياء زي حلو وزي رح اطلع على النت وكل حدا رح يعرف هذا الاشي زي بتحمسة لهذا الاشي يطلع حلو ايش كان احلى اشي مثلا في التجربة؟ كان احلى اشي بالتجربة انه الناس الجداد وزي كل اشي الجديدة انه هيك كاميرات وهيك اشياء حلو مايا انت عمرك 11 سنة بس ما شاء الله بس عندك تجارب بالغناء كنت تغني وايضا عندك تجارب في اليوتيوب وعندك تجارب مختلفة ايش اضافلك هذا الاشي في حياتك؟ زي كيف اصدق يعني ايش حسيتي صار في تطور في حياتك من خلال هذا الشغل يعني بعد ما سويت هاي الاشياء ايش حسيتي اختلاف على حياتك؟ ما بعرف زي انه بعد ما سويتم حسيت حالي زي اكتر كونفيدنت بحالي وزي انه زي بس جعبالي اعمل اشي رح اقدر اعمل هذا الاشي زي انه اي اشي بدي اعمله رح اقدر اعمله برافو 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 ستمايز حضرتك موجودة كنت مع مايا اثناء التصوير نعم بكواليس المسلسل انتي شجعتها ودعمتها يعني كيف شايفة او بتقيبي تجربتها وانتي من زمان نعمتها في هذا المجال؟ هلا نحن العائلة كلها موجودة بالسوشال ميديا وموجودة بالإعلام من اكتر من عشر السنين هم تربوا تحت اضواء الكاميرات يعني سواء بنتي الاكبر لين او مايا او حتى هاشم لكن تجربة التمثيل بمسلسل هاي كانت اول مرة مايا بتمر فيها وهي من فترة يعني بتقول انا كتير حابة امثل وبدأ روح هوليوود هي طايرة فيها فعلنا لها يعني خطوة كتير حلوة تبدأ وتتجرب هالاشي تجربة كانت كتير رائعة وهي كانت كتير متحمسة وعملت عليها واشتغلت وكانت تراجع النص دايبان فكانت بصراحة يعني انا بحترم كتير الأفورت اللي هي عملته والحمد لله بالعكس كان تجربة رائعة رائعة كما بالناز كانوا موجودين نعم المخرجة للعمل للممثلين اللي قدموا لها كتير داعم وقووها وبس خلصت زقفولها أستاذة ميس يعني نحن بنعرف الأطفال وأطفالنا وأبنائنا دائماً لمنوجههم باتجاه مواهبهم وندعم مواهبهم مبدعه فكيف انت ناظرتك اتجاه موهبة مايا؟ يعني هذا الشيء كتير أساسي إنه شو الأهل دورهم يدعموا مواهب ولادهم ويتقبلوها يعني فيه ناس مثلاً بتخاف من المواهب الفنية شوية بالعكس بالزات عندنا بمجتمعنا لأنه شوية مجتمع محافظ بقولهم لا بالعكس إذا تلاقوا فيه موهبة نموها وشتغلوا عليها هلأ أجلد عم بيكون فيه فرص فيه أماكن للتدريب سواء شو ما كانت الموهبة رياضية أو فنية يعني أكيد بشجعهم إنه كونوا سبورتي كتير لولادكم لحتى يوصلوا لأماكن منيحة بالحياة حلو مايا أنت شو بتفكر في المستقبل أجدك تعملي أو هل بتفكر أنك تكملي كفنانة مثلاً أو تكملي في السوشيال ميديا أو تدرسي هذا الأشيء مثلاً؟ دائماً أنا هيك حلمي أنا بالحياة هيك أنا جعبالي أعمل بالحياة إنه زي أنا حلمي بدي أروح إلى هوليوود وريد كوربت وهيك إشياء حلو، ليه بتحسي هذا الإشي حلو؟ إنه بحب أكون قدام الكاميرا وبس أكون قدام الكاميرا هيك بحس حالي هيك مفروض أعمل بالحياة حلو، هل تحسي هيك وجودك؟ هذا الإشي اللي أنت أحب أنك تملي بالنسبة للدراسة؟ نيحة كويس، بدك تدرسي طيب هذا الإشي في كتير تخصصات فنية ممكن أنك تدرسيها؟ ممكن حلو، يالله، أتمنى لك توفيق مايا، شكراً جزيلاً لإليك وإن شاء الله أكيد نشوفك على شاشة روايا في ربضان سيد ميز شكراً لإليك، يعطيكم العافية وشكراً على هذا الجهد اللي عم تقدمه، يعطيكم العافية شكراً لك أهلاً ومساً، أهلاً